أصدقائي متابعي قناة الكرة الزهبية رح نحكي عن مباريات الجولي 23 من الدوري السوري مباريات مهمة مباريات مهمة لمتصدر الدوري مباريات مهمة لصاحب المركز الثاني والثالث ومباريات لا تقل أهمية بالنسبة للمراكز الأخيرة المهددين بالهبوط خلينا نشوف أبرز المباريات ورح نشوف الترتيب قبل بداية الجولي 23 كل ما نشوف أهم المباريات للجولي 23 من الدوري السوري مباريات جدا مهمة نتمنى دائما دعم للقناة اطلب دائما دعم للقناة لايك كومنت فعي زر جرس واللي عم يحضر الفيديو ولسه ما اشترك بتمنى يشترك بالقناة مشان تكبر القناة تعفو قناة للساعدة جديدة بده دعم اكتر نحن دائما نكبر فيكم حاولي تشاركوا الفيديوهات للاصدقاء مشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الرياضة عشاق الدورة السوري خلنا نشوف اهم المباريات اهم المباريات الجولة 13 من الدورة السوري المباريات رح تصير يوم الاربعة 14-4 الاربعة القادمة طبعا متل ما بنعرف دائما المباريات بتكون الساعة واحدة بتوقيت جرنش ساعة دلتين بتوقيت دمشق اهم المباريات رح تجمع تشرين متصدر والجيش التاني هلأ زمنا نحسب على الورق او عمليا هي الفرصة الاخيرة للجيش ليقلص الفارق لانه بقى الان دي كله عم تفشل انه تتعادل حتى باقل اقل امكانيات انه تتعادل مع تشرين عم تفشل تشرين دائما عم يربح هم يحصله ثلاث نقاط هاي الفرصة الاخيرة للجيش لازم ما يفرط فيها الفرصة الاخيرة انه يربحها تشرين ويقلص النقاط كنا بنعرف الدورة شعرف على الانتهاء اربع مباريات مع مباريات جولة 23 بتبقى ثلاث مباريات بدل ما حكينا الفرصة الاخيرة للجيش حال تفوق الجيش رح تصير الفرق فقط نقطين لانه الجيش معهم 47 نقطة رح تصير خمسين نقطة في حال فوزه على تشرين تشرين رح يتجمد رصيده عند 52 نقطة مباراة جدا مفصلية للجيش مباريات الجولة هلا رح تابع باق المباريات مباريات الجولة رح تحسن بشكل كبير من هو بطل الدورة بالنسبة لتشرين في حال تفوق تشرين على الجيش وحصد ثلاث نقاط فينا نقول 50 بالمية الدور انتهى لانه جبنا نشوف تشرين عصوله مترتيب 52 نقطة في حال ربح رح يصير خمسة وخمسين نقطة في حال كرامي ربح رح نحسب عن اقرب منافسة غير الجيش يلا هو 42 نقطة الفارق 10 نقاط مضبقة ثلاث مباراة عمليان بطولة الدورة انتهت بهالجولة رح ممكن كتير نشوف تتويج تشرين بطولة الدورة مباراة جدا مهمة مباراة رح تكون قمة الدورة السوري للجولة 23 فينا نقول تشرين الجيش مباراة نهائية فينا نقول الجيش فرصة ممكن ما تتعوض فرصة الاخيرة لتقلص الفارق تشرين للتأكيد على التتويج ولتأكيد انه بيستحق بطولة الدورة هو عمليا لحد الان بيستحق بطولة الدورة على ندائج اللي قدمه في حال تشرين نتفوق على الجيش كلنا لازم نقول من القلب مبروك تشرين بطولة الدورة مباراة البعدة رح تجي مع حرية وحطين نحن بلشنا بمباراة المتصدية للأول الثاني مباراة مفصلين مباراة البعدة لطق الأهمية رح تجي مع حرية وحطين هل المباراة مهمة أكتر بالنسبة للحرية كمان مهمة لحطين هل حطين أهمية حطين بالمركز الرابع بحده أربع النقطة حطين بدون ينتظر فوزي الجيش على تشرين إنما عمليا الفرق الكتير كبير 11 نقطة من 12 محتملين يعني هو مطالب انه تشرين يخسر الأربع نقاط الأربع مباراة جدا مهمة مستحيل لحطين بالنسبة لحطين والكرامة الدورة تقريبا انتهى 90-80% بالنسبة للحرية حرية بالمركز الـ 14 تسعة نقاط الحرية في حال خسر هل المباراة كمان هو 50% هابط عن درجة فهو ضروري يربح هل المباراة يكسب 3 نقاط أو كأقل الأضرار مبدئيا يحصل نقطة التعادل بمأنه عمليا مع فريق كبير حطيني اللي هو بمركز الرابع والبعد رح تجمع الوحدة والفتوى بالنسبة للوحدة هي تحسين مراكز قبل نهاية الدورة سبقا وحاكينا الوحدة بالمركز الخامس بأخر مباراة كان عمليا مع كرامة 2-0 كان بالمركز الثالث طبعا لنفايز كان تحسن الترتيب شوي إنما بمركز خامس هلأ شوف الوحدة في حال ربح أو خسر هو بالأماكن تدافع بالنسبة له الدورة بالنسبة للفتوى مباراة جدا مهمة فتوى المركز 12 طبعا ب14 نقطة مهمة كثير للفتوى إنه يربح لأنه ساحل بالمركز 13 نفس رصيد النقاط بعد هاي الجولة فقط 3 مباراة فالفتوى لازم يربح مباراة كثير مهمة للفتوى أنا بأعتقد الفتوى ممكن حقق 3 نقاط بين المباراة بالنسبة للوحدة ما في حافز مباراة البعدة رح تشمع الواسبي والطليعة هي مباراة تحصل حصل فريقين بالأماكن دافعة الواسبي طبعا بمركز الثامن رصيد عبوا عشرين نقطة وبالنسبة للطليعة بمركز 32 نقطة بالنسبة لفريقين الدورة انتهى ممكن يقدموا مباراة جميلة لعبين مع اليوم ضغوط لازم هاجم لازم اضغط لا مباراة او ممكن مباراة تنتهب التعادل وبتكون مرضية للفريقين بما انه ما في حافز المباراة البعدة رح تشمع جبلي والحرج اللي بالنسبة لجبلي بمركز السابع 24 نقطة او 27 نقطة مباراة كمان هو بالاماكن الدافعة المباراة ما كتير بتعني له دائما نهاية الموسم منشوف 3 او 4 مباراة الفرق من الرابع تقريبا للعاشر او للتاسع مباراة ما كتير بتهم ما خاصة اذا كان فرق كتير نقاط عن متصدر دائما هذا اللي بيكون بنهاية الدورة فرق كتير نقاط عن الهابطين فمتل ما حكينا جبلي مباراة ما كتير بتعني له بالنسبة لحرج اللي هو بالمركز لإدعش 20 نقطة فرق عن الفتوى تقريبا 6 نقاط يعني اذا بيطلع بنقطة او ب3 نقاط بيكون امن انه ما يهبط على الدرجة تانية وهو حاليا بعيد بالنسبة للنتائج الاخيرة لعم قدمة هو نسبيا بعيد بانه التنافس عم يكون ساحة للفتوى المباراة البعد هرح تيش مع الشرطة بالمركز العاشر والكرامة بالمركز الثالث طبعا كلنا شفنا الكرامة اخر الفترة عم يرجع للفورما بعودة الصهيونة بعودة بعض المصابين النقدرة الكرامة ببداية القيام كان عم يعاني الاصابات وكان تدني بالمستوى تدني بالنتائج كان عم يتأهل عن نصف نهائي فوزوا عن الواسبي وكان عم يربح باخر مباراة على الواحدة 2-0 شفنا هدف رائع للصهيونة المباراة بالنسبة للشرطة 24 نقاط نسبيا بعيد 10 نقاط عن اماكن الهروب او عن الساحل فينا نقول او عن الفتوى بمركز 12 او 13 مبدايا الشرطة شوي مرتاحة بالاماكن الدافئة بالنسبة لها اخر 3-4 مباراة بالنسبة للكرامة الكرامة رح يقدم كل ما عنده لسببين اول سبب هو حابب انه يختم الدورة بالمركز الثالث او بالمركز الثاني اذا امكان بما انه هو بعيد عن الجيش فرق خمس نقاط في حال جيش خسر مع تشرين فهو رح يتقلص الفارق بينه بين الجيش لنقطين فالكرامة بيحلم انه في حال ما حقب طوط الدورة بما انه كان متصدر الزاب انه اقل تغدير هو يكون مركز ثالث كان هات الدورة او تاني لانه الكرامة من سنوات ما شفناه بهالمراكز المتقدمة فهذا بس احمد عزام ومدارب الكرامة لازم ينتبه من الشغلي انه عندن نصف نهاية كاسو جمهورية ممكن يتأهل النهاية فلازم شوي بعد عن الاصابات خاصة من لعبنا معروفة والدور السوري معترف بالخشون اللي فيه فاللاعبين شوي بدي يكونوا حزرين مشان ما يفقوا دور حدي للاصابة شفنا الكرامة بداية القيامة بتعرض كتير لاصابات وغياب لعبين المباراة البعدة او الاخيرة رح تجمع الساحل والاتحاد حالا بالنسبة لاتحاد خنينا نبلش بالاتحاد بالمركز التاسع مباراة ما بتعنيلو شي مباراة تأديد واجب هو الاماكن دافعة يعني ما عندو شي يلعب عليها عمل لا عمل ضغط ولا عمل ممكن يلعب لإقدم مباراة حلوة بعد تأهله للنص نهائي فوزه على نادل وحدة بالنسبة للساحل مباراة جدا مهمة الساحل حتى التعادل ممكن يكون ما مرضى لعشاق الساحل لازم يربح المباراة لا يهرب شوي من شبه الوبوط على الدرجة الثانية ولازم ينتظر تعسر الفتوى طبعا كنا منعرف الفتوى عنده مباراة مع الوحدة يلي هو الخامس فجمهور الساحل ممكن يكون عنده أمل أنه نربح على الاتحاد الفتوى يتعسر مع الوحدة بما أنه الوحدة بالمباراة الأخيرة كان نتائج جدا جيدة قلينا نشوف الترتيب قبل مباراة الجولة 23 أنا ذكرت أن مباراة الجولة 23 رح تصير نهار الأربعة بـ 14-4 طبعا الأربعة القادم بالصدارة 52 نقطة ثاني الجيش 47 نقطة الفرق خمس نقطات في حال فوز الجيش على تشرين رح يكون الفرق نقطتين ورح يرجعش على الدورة السورية من جديد ممكن يشوف أمل للكرامة حتى مع أنه نسبيا ببعيد 10 نقطة عن تشرين بس ممكن رح يرجع يحلوه الدورة يروح لو ربح الجيش مباراة رح تكون بالقمة وأنتقد الأكثر انضباطا بالملعب ويلي رح يستغل الفرص بداية المباراة هو رح ينتصر في حال فوز تشرين من القلب منقول مبلوك تشرين بطولة الدورة الثالث عم يكون كرامة 42 نقطة كرامة رح يلعب مباراته وعينه عمباراة تشرين والجيش الرابع حطينه 41 نقطة الخامس الواحد الواحد 39 نقطة السادس طليع 32 نقطة السابع جبلة 27 نقطة الثامن الواسبي 24 نقطة التاسع الاتحاد 24 نقطة العاشر الشرطة 24 نقطة 11 الحرجال 20 نقطة 12 12 14 نقطة الفتوى 13 الساحل 14 نقطة الأخير الحرية 9 نقاط عمليا هدولة ثلاث فرق هنه رح يجرب فريق منه يهرب من شبه الوقوط هلأ الأقسر الأقل حظا أو حظوظه شوي صعبة الحرية بما أنه هو 9 نقاط فرق خمس نقاط عن الساحل الفتوى فرق خمس نقاط من أربع مباريات زي ما نقول العملية من أربع مباريات يعني من 12 نقطة محتملة لسه في أمل للحرية بس مفروض الحرية الأربع مباريات هو لازم يربحون وينتظر يتعسل في حال ربح الأربع مباريات أكيد الساحل الفتوى لازم يتعسل مباريات أو مبارك بالنسبة للفتوى والساحل فرق رح يربح لازم يربحوا كل مباراة فرق يستنى يتعسل الآخر رح نشوف حرب من نوع آخر بين الساحل والفتوى طبعا يعني نفس تقريبا نفس نقاط أو نفس الصدارة تنافس الصدارة عم يكون بالهبوط رح نشوف كتبونا بالكومنت أنتم مين رأيكم مين رح يكون بطل الدورة مين تتوقع مبارات 20 والجيش مين رح يربح مين رح يكون بطل الدورة كتبونا بالنسبة للمركز 12 فتوى الساحل الحرية ثلاث فرق مين تتوقع رح يهبط على الدرجة تاني كتبونا بالكومنت نحن دائما منحب نشوف توقعاتكم الآن بالنسبة من بطل الدورة أنا ما حابب أتوقع لأنه شفنا هذا الموسم عم مقدم نوعا ما النتائج مقبولة إنما الدورة السورية لازم تكون فيها بطل كتبونا أنتم بالكومنت وقعاتكم وهيك من يكون وصلنا نهاية فيديو اليوم مبارات جولة 23 بالدورة السورية بتمنى يكون الفيديو عجبكم كتبونا بالكومنت من تتوقعوا بطل الدورة السورية توقعوا نتيجة تشرين والجيش من تتوقعوا الهبط على الدرجة بتمنى يكون الفيديو عجبكم بتمنى دائما دعاكم لايب كومنت افعيل زر جرس والله عم يحضر الفيديو وما اشترك بتمنى يشترك بالقناة تحياتي